السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات مقرر مهارات البحث الإلكتروني الموجه لطلاب الدبلوم المهني وزي ما قلت في المحاضرة السابقة المحتوى اللي بيتم تقديمه في هذه الفيديوهات مش بس هيفيد الشعبة دي أو الفئة دي اللي بتدرس هذا المقرر لكن هو مفيد لكافة الباحثين في مجال التربية موضوعنا النهاردة في هذا الفيديو أو هذه المحاضرة هيكون منصب على أحد أعرق مواقع البحث الإلكتروني المتخصصة فقط في مجال الدراسات والبحوث التربوية ألا وهو Education Resources Information Center المعروف اختصارا بـ Eric باللغة العربية هو مركز معلومات مصادر التربية هذا الموقع العملاق كان تطور لشكل كان بيقدم قبل كده منذ تمنات القرن الماضي وبيحتوي على مصادر بيرجع تاريخها لسنة 1930 الموقع Eric بيشرف عليه المعهد علوم التربية الـ IES Institute of Education Sciences هو مؤسسة أكاديمية معروفة وموثوق فيها في الولايات المتحدة الأمريكية فالموقع ده الحقيقة هو موقع معتمد الحاجات اللي بتنزل عليه بتكون يعني الـ Citationes بتاعتها بتدي ريت في Google Scholar فهو الحقيقة مصدر ثري جدا من مصادر البحث عن الإكتر النظرية والدراسات السابقة للمشتغلين بمجال التربية هنروح دلوقتي على شاشة الكمبيوتر علشان ناخد فكرة عامة كده على المحتويات ازاي اعمل بحث متقدم اوصل ازاي لافضل النتائج باستخدام Eric اول خطوة بنعملها علشان خاطر نفتح موقع Eric بنروح جوجل وبنكتب في مربع البحث Eric زي ما انتو شايفين كده Eric اول نتيجة بتطلع لنا اللي هو الرابط ده Eric.ed.gov اللي هو هو ده الموقع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بنفتح اللينك دي الوجهة الرئيسية للموقع طبعا هو ما فيهوش مباشر هو فيه اه اه ادفانسد سيرش تيبس يعني لو ضغطت هنا هيبتدي يديني ازاي ان انا ازاي محرك البحث Eric بيعمل وايه النصائح اللي هو بيديها لي علشان خاطر اوصل لافضل نتيجة بحث. اه ممكن ادور هنا باي يعني كيوورد او كلمة مفتاحية. احنا عاوزينها. سواء كانت موجودة في وممكن هو هنا جاي بفيديو كمان بيبين ازاي او بيشرح ازاي ان انا اعمل على Eric يوصلني النتائج محددة. طبعا اه لما نستخدم يعني احط بكون بدور على عبارة محددة طويلة. اه فممكن ان انا احطها ما بين علامتين تنصيص. ده هيخليه يدور على الحاجة بالزبط. او يطلع لي العبارة النتائج اللي فيها العبارة بالزبط. هنشوف كل ده كمان شوية. كمان بيقول ان انا ممكن اوجهه ان انا بدور على اوثر معين او آآ مؤلف معين بان انا اكتب له كلمة اوثر وبعدين كولون او نقطتين فوق بعض واسم الاوثر. آآ او ان انا كون بدور على العبارة دي في الابستراكت مسلا ان انا اكتب له ايه ابستراكت ونقطتين فوق بعض واكتب له العبارة ما بين او ما بين علامتين تنصيص. فهو هيطلع لي العبارة دي في الابستراكت. او ان انا اكون بدور على آآ سنة نشرة معينة فاكتب له وحط له السنة. برضو حتة ان انا ممكن اني استخدم يدور ما بين سنتين معينين. فاقول له اللي هو آآ دور ما بين الفترة من مسلا ستة وسبعين الى تمانين مسلا. ومحددات تانية كتيرة هنا. فكل ده هنلاقيه موجود في اللي موجودة جنب المستطيل بتاع البحث. آآ في هنا تحت برضو اللي هي الابحاث او المجلات المحكمة ان لو عايز اطلع نتيجة آآ منشورة في مجلة محكمة آآ باضغط هنا كده فبيطلع لي النتائج فقط المقتصرة على المجلات المحكمة. في خيار تاني اللي هو لو انا هطلع او محتاج اخد نتائج الابحاث المنشورة كاملة. يعني البحث موجود اضغط هنا فمش هيطلع لي بقى الابستركت بس او الابحاث الغير منشورة بالكامل. لا ده هيطلع الحاجات المنشورة بالكامل. احنا هنعمل آآ بحث كده. هقول له اوثر. انا بدور على مؤلف معين او عايز شغل مؤلف معين. آآ واكتب ادور مسلا على مؤلف معين وليكن العبد لله. مروة نعيم. انا هنا بقول له دور على آآ ده. ما بسيبش مسافات. بالشكل دوت. فيجي يقول لي ان في تلات نتائج. تلات ابحاث منشورين لهذا المؤلف هنا. آآ دي نتائج البحث اللي بتطلع. نشوف كده الحاجات اللي موجودة على الصفحة. آآ عندنا هنا على اقصى آآ اليسار. موجود او المحددات. آآ عندي السنين اللي بادور فيها. ممكن يقول لي يجيب لي نتائج. ادور في النتائج اللي هي من سنة الفين واربعة. اللي هما اخر عشرين سنة. او يظهر لي النتائج اللي من الفين واربعتاشر. اخر عشر سنين. او النتائج اللي من الفين وتسعتاشر اخر خمس سنين. او النتائج اللي من الفين اتنين وعشرين. اللي هي تعتبر السنة اللي فاتت. لان احنا النهاردة ستة يناير. او النتائج اللي في الفين تلاتة وعشرين. طبعا انا علشان دورت على حاجة محددة جدا. فهو كل اللي عنده هنا. آآ نتائج آآ تلات نتائج بس. آآ التلات نتائج دول مصنفين هنا. طيب. بعد كده في بيقول لي آآ ان انا ممكن ادور على مجالات معينة. يعني اللغة الانجليزية كلغة تانية آآ البلدان الاجنبية آآ برامج الكمبيوتر كل دي حاجات متعلقة بمحتوى النتائج اللي هو طلعها. فلو انا مهتمية بحاجة معينة هنا. يعني مسلا الاختبارات التحصيلية هلاقي نتيجة واحدة من كل الابحاث اللي طلعها بتتكلم فيها. لو انا محتاجة اتدور عليها بضغط هنا. آآ السورس اللي هو الانلاين لو فيه مسلا آآ حاجات تانية زي المجلات او كده فممكن حلاقي هنا اسماء الدوريات او ما الى ذلك. آآ الاوثر طبعا آآ بالاسم هوت سواء كانت الابحاث فردية او مشتركة. آآ فهنا بيطلع آآ الاسماء المؤلفين. طبعا احنا عملنا اصلا بحس على المؤلف. وبالتالي خيارات المؤلفين مش كتير هنا. آآ طيب ايه نوع النتيجة اللي انا عايزاها هل هي آآ تقرير بحثي او آآ رسائل آآ ماجستير او دكتوراه او اختبارات او استبيانات وما الى ذلك. كمان بيديني آآ محدد او مستوى التعليم. ففي عندي آآ تلات ابحاث معمولين في او التعليم العالي. آآ وفي عندي آآ بحث برضو يعتبر نفس الكلام بس بصيقة تانية يعني. آآ يجيبت طبعا البلد بتاعت المؤلف او البلد الاتناشر من هالكلام ده. وفي حاجات تانية خاصة بتخصصات او بمحددات اخرى. طيب لو جينا هنا مسلا نبص بقى على النتائج كده. لو انا حددت له طبعا هما التلاتة والتلاتة لو انا عندي هنا اكتر من نتيجة. فممكن لما اضغط على الخيارات دي يبتدي يقلص النتائج اللي عندي. عندي هنا على اليمين وفي عندي سيف ان انا ممكن احفظ آآ نتيجة البحث ديت. آآ يبعت لي ايميل من على الموقع بالصفحة دي. بحيس انا لما احتاج ارجع لنتائج البحث ما عودش ادور واكتب من الاول في ايريك. باعد رسالة مسلا وباكتب في شابتر تو. فاعز احتفظ بآآ نتيجة البحث اللي انا عملتها فحيبعت لي ايميل آآ في النتائج دي. بس بيقول لي لاحظ ان الملخص النتائج اللي هتتبعت لك آآ محدد بخمسين نتيجة فقط. الخيار التاني اللي جانبه ده علشان خاطر لو انا بستخدم آآ آآ ملف مسلا ممكن آآ يتصدر لبرنامج من برامج التوثيق فهو بيبتدي يديني النتائج دي تبقى جاهزة على التصدير في برنامج التوثيق. آآ ناخد كده النتيجة نستعرض النتيجة كده وبتطلع لي النتيجة زي ما احنا شايفين آآ عبارة عن فيه عنوان الدراسة او البحث. جزء طبعا تحت على طول او المؤلفين. آآ الدورية او نوع النشر. وسنة النشر هنا. هو بعدين بيبتدي يديني آآ جزء صغير من على اساس ان انا ابتدي اقرأه لو هو في مجال اهتماماتي افتح بقى الايه النتيجة دي. دي تعتبر زي الكلمات المفتاحية عندنا يعني. آآ هنا بيتكلم عن اللي هم المدرسين الطلاب المعلمين يعني. والتربية العملية وكلام زي ده. نفترض ان النتيجة دي آآ تقع في مجال او في نطاق اهتماماتي كباحث. هضغط على اللينك بتاعها كده. بيبتدي يفتح لي الصفحة بتاعة النتيجة فيها الابستراكت كامل. وآآ مديني هنا نتائج طبعا كل حاجة منشورة على ايريك لها رقم خاص بها. بادئ باي دي. بنعوز الكلام ده طبعا في التوثيق. وآآ عندي هي مش منشورة هي وتاريخ النشر. عدد صفحات البحث. آآ والابستراكت اللي هنا. اللي لما حب اه نزل البحث ده لو هو متاح بلاقي هنا زي كده. لو ضغط عليه زي ما حضراتكم شايفين هيبتدي يفتح لي البحث آآ كاملا. هو متاح للتحميل ومتاح للطباعة كما ده كده كل آآ اللي نحب نقوله بالنسبة ليه ايريك. آآ موقع جميل جدا ومفيد. لو حبينا مسلا نعمل بحث آآ آخر ممكن ان احنا نغير الموضوع ونكتب على سبيل المثال. طلع لي في الابستراكت. اابستراكت. بدور على آآ ساينس. اديوكيشن. لاحظوا ان انا ما بسيبش مسافة عامدا ما بين الكولون او العلامتين دول. والكلمة اللي بعدها. عشان يطلع النتيجة واقول له سيرش. طلع لي الدراسات اللي فيها في بتاعها او المستخلص. كلمة ساينس اديوكيشن. فطلع لي هنا لاحظوا خمستاشر صفحة فيهم الف تسعة وعشرين نتيجة. في الحالة دي بقى لو لجأنا للمحددات يكون كويس. يعني مسلا اخر خمس سنين في مية وستاشر نتيجة ده آآ رقم عظيم جدا ممكن ان انا ادور بس على المية وستاشر نتيجة اللي هما منشورين من اول الفين وتسعتاشر. لاحظوا كل النتائج هنا. بعد ما اضغط على المحدد ده هتطلع لي آآ كلها من بعد الفين وتسعتاشر. ومعظمها حاجات فول تكست. هنا بقى في آآ زي النتيجة الاولى. مش متاح فول تكست. متاح فقط. يعني لو جيت فتحت النتيجة الاولى دي. مش هلاقي هنا ملف للتحميل آآ آآ بي دي اف. لكن هلاقي وحلاقي للموقع اللي ناشر هذا البحث. آآ وغالبا مش هيكون آآ متاح للتحميل فول تكست. آآ لاحظوا هنا البيانات اللي محتاجينها للتوثيق كلها موجودة. يعني ادي اسماء المؤلفين طبعا ده عنوان عنوان او عنوان الورقة البحثية. آآ دول المؤلفين همت. دول. وعندي هنا ده المجلة. والفوليوم نمبر وكل حاجة. يعني عندنا بيانات التوثيق كاملة بس طبعا احنا هنعملها يدوية. لان آآ مش متاحة على ايريك ان انا اعمل مباشرة. اتمنى تكونوا تستفدتم من الفيديو ده وتستخدموا موقع ايريك لان هو موقع متخصص في الدراسات والعلوم التربوية فقط.